السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بالدرس الجديد. مسلسلة تعلم كل يوم عشر كلمات ألمانية. قبل ما نبدأ بدرس جديد خلينا نعمل المراجعة صغيرة لدرس القبل هاي. شو معنى كلمة دي هاند. دي هاند. وكلمة دي نازي. دي نازي. وكلمة دي شتيمونج. دي شتيمونج. كتبونا ترجمة هالكلمات بأول تعليق وخلونا نبلش بدرس جديد. عنا أول كلمة دي كفاليتيت. دي كفاليتيت. دي كفاليتيت يعني الجودة. و الجمع من ضفلة اي ان. عنا اللي بعدو دي تسايت. دي تسايت. دي تسايت يعني الوقت. و الجمع من ضفلة كمان اي ان. عنا اللي بعدو دي زي كونده. دي زي كونده. دي زي كونده يعني سانية. و الجمع من ضفلة اي ان. عنا اللي بعدو دي منوتة. دي منوتة. دي منوتة يعني دقيقة. والجماعة مضفلة كمان انا لبعده دي غوزة دي غوزة دي غوزة يعني ورد او وردة اه وجماعة مضفلة انا لبعده دي كويتونج دي كويتونج دي كويتونج يعني وصل او فاتلولة الحساب او ايصال تمام اه طبعا والجماعة كمان مضفلة انا لبعده دي زانة دي زانة دي زانة يعني قشطة او تيجيها مثل كريمة يعني انا لبعده دي بوتا دي بوتا دي بوتا يعني زدد انا لبعده دي بيتزا دي بيتزا يعني بيتزا لبعده دي منزة دي منزة يعني نانا انا لبعده دي بيتزا